في نهاية الأسبوع اللي فات العالم كله اتفاجئ بالمؤتمر اللي أقامه مارك زوكربيرج بيعلم فيه عن تغيير اسم شركة فيسبوك إلى متا وهو اختصال لكلمة متا فيرس أو العالم الافتراضي والعالم الافتراضي جديد هيبقى عبارة عن عالم جديد زي الواقع بالزبط بس من وينت قاعد في البيت يعني هتقابل زمالك وتنزل تروح الجيم وتروح شغلك وتصهر وتعمل كل حاجة وينت في البيت وكمان تقدر تلف العالم كله وتطلع الفضاء من وينت في البيت وناس كتير سألت عن إن كان الفيسبوك حيتغير اسمه المتا أو حيبقى لي علاقة بالابليكيشن جديد فترانس بيأكد لك إن فيسبوك حيبقى زي ما هو ومش حيتغير اسمه وإنه بقى من تطبيقات شركة متا واللي بتضم الفيسبوك والإنستجرام وكمان الواتساب